سبا ومائة واربعين متين تمانية وخمسين مائة وتسعتاشر تسع ماشي حبيبت اوكي استنيني ايكي باي صباح خير خالبتي صباح النوري حبيبي انت خارجة ولا ايه اه طب هتقدري وانت في الحالة دي طريق ما انا لازم افهم طب لو الحكاية طرعت ما تستهلش يعني يعني حبيبتي احنا عايشين وفي حوالينا الف سؤال وسؤالين مالهمش اي اجابة لو احنا بقى في الشغل نبالنا ودورنا على اجابة كل سؤال عنطوها وفي الاخر برضو مش هنوصل لحكا طري انت بتخوفني من ايه اللي بيحصلي ده اكيد لي معنى يا ستي انا قلبي عليك مش عايزك تدواخي نفسك كفاية الدخل انت كنت داخلها ما بين اهلك وشغلك قبل الحدسة كنا راسين بقى موضوع الاحلام ده كمان يا طريق ما هو لو اللي بيحصلي ده لي معنى فعلا فانا لازم افهمه عشان ارتاح ولو مالوش افضل وراء الاول غي تم بتأكد المالوش ايه يا مون عملتي ايه مكتب ايه اه اه عارفين لو كانوا خدوا بيانات المرسل حتلايا هناك عايز انا اجي معاك لا يا حبيبتي مالوش لزوم يا بنتي عادي انا ممكن احاول استأزم من جلاجل لا يا حبيبتي مالوش لازمة انا لو وصلت لأي حاجة هابقلك يا الله بو بقى يا حاجة ده استني يا هلا استني ايه هيكون ايه يعني روح اوصلك واملي لله ديني بس ديها غير هدوم واجيلك طريق بارسي يعني قلل الشابورة اللي انت عملها ديها على الف جنيه عاطف لا يا هن خير ربنا كتير والحمد لله انا بس عامل على سمعتنا لما يتعرف ان احنا اتكرتنا على افانة من واحد دجال اتكرتنا ايو انت بتجمعني معاك وليه اصلا عشان هندي ديت باخدك وانا حيالة جوزها يعني اللي بينك وبينها دم لكن انا اللي بيني وبينها مجرد نسب وعيب قاوي لما يتقالي النختي هني بديع اتعمل معاها نمرة زي دي تب تسخنها عاطف صح بصراحة او تتعرف ان اوان ادى الجال ده ايه بقاوي السؤال ده ها هتيجي معايا ولا تروح لواحدك موسيقى في اسئلة بمفتر مندور لها على ايجابات مهما كانت صعبة وبعيدة اهو طبعا ملاحيات الشانسية دي كانت لسه مبارح العميل جي وطلب ان احنا نبعتها على عنوان حضرتك وبعدين انا فاكرا كويس لان انا عرضت علي نحطها في ظرف اقوفر له لكن هو اصر ان احنا نحطها في صندوق بالحجم اللي هوصل لحضرتك بس وبعدين هو حيسب ومشي على طول طب ما خديش بياناته حضرتك لو زملتنا عتبقي فاهمة فعلا التعليمات احنا مينفعش ناخد بيانات العميل مدام احنا متأكدين من محتوية الطرد ايوة لكن انت شفتي الراجل اللي كان جاي بعد الطرد من هنا مش كده شفت يا فاهمة وكلمته زي ما بكلم حضرتك كده بالضبط طيب على هل ممكن توصف لنا شكله عامل ازاي؟ هو يعني شكله عايزي يعني تفتكر يا طرق اللي قطلنا طويل ولا قصير هتفرق برسي يا حبيب برسي يا حبيب لعف بتشكر اوه بفضل بصير طورا 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 بتأكدِ هيا هذا انه هو ده نفس المكهة الانتصرف دي في الحكم طورا تكشف تم نفسك الاعلان يا طورة ده نفس الصورة المباطلة يكيد مش صدفة يعني أنا ما بقيت فهم أي حاجة كويس كده بقنا اثنين أممنا الدين هنفهمها أسلام ألو شركة بناء لو سمحت كنت عايزة أسأل على مشروع قرية ميراجي اللي في العين الصغر طب ممكن تديني علمون فرواكو هنا في مصر